تحت رعية الرئيس السيسي تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة كما قامت الوزارة بتوزيع تجهيزات عرائس على الأيتام الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية قطار مبادرة كلنا واحد ينطلق دائما إلى محطات اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ضوء حرص وزارة الداخلية على أن تؤدي دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني الذي تعمل من خلاله على أن تصل بدعمها هذا إلى كل فئات المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم في عصر الجمهورية الجديدة فالمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية توفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% حتى نهاية شهر أكتوبر وكذا سلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل إلى 60% في المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية كما تحرص منظومة أمان على توفير السلع في منافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجامع المبادرة تطرق أبواباً جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأشد احتياجاً من خلال توزيع مستلزمات مدرسية على قاتل تلك المناطق فضلاً عن نزلاء المستشفيات من الأطفال وكذا دور رعاية الأيتام نحن النهاردة تبسطنا للشنوات الجديدة شكراً يا سيافة الرئيس أنت دايماً بسفرع كلنا واحد ومن خلال سعيها للوصول إلى كافة فئة مجتمع في كل المحافظات قامت وزارة الداخلية في إطارها بإهداء عدد من مستلزمات الزواج لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج وتحديداً من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن الأكثر احتياجاً في احتفالات أقيمت لهم لتسليمهم تلك الهدايا التي أدخلت الفرحة والبهجة في نشوسهم شعبه وقيادة وشرطة أحنا وكل فار حبك علينا بلدي فار ونبقى جنبك للنهار بشكر وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد بتجهز معهم وبتشارك في أي فرحة بالنسبة لأي بنت يتيمة فرحة للناس دي كلها والله فرحة جميعاً على رئيس دي والله فرحة كبيرة طبعاً سادة الرئيس اللي هو فرح للناس دي كلها بشكره طبعاً بالنمو عن الناس دي كلها احنا كنا مبسطين جداً النهاردة من ساعت ما جاينا مع الزباط وانبسطنا جداً والرئيس دايماً فاكرنا في المناسبات وفاكرنا في كل حاجة كويسة حب أشكر الرئيس السيسي وربنا يخليه لنا زي ما هو مساعد الشعب كده ومساعد ناس كلها ومفرح ناس كلها وربنا يخليه وبارك في عمر حب بشكر رئيس الريس على اللي هم حاسين بينا والوزارة اللي هي حاسة بينا حب بشكره متاحة مصر متاحة مصر المساندة والدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لكافة الفئات في إطار مبادرة كلنا واحد امتدت إلى أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترى لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات مدارس وتجهيزات عرائس على هذه الأسر في إطار حرص الوزارة على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد أكثر فاعلية وانتشارا على مستوى الجمهورية تشعر به كافة الفئات في كل المحافظات لتحقق بذلك الوزارة مستهدفاتها الإنسانية في استراتيجيتها الأمنية وهي التخفيف عن كاهل الأسر المصرية